اهلا بحضراتكم وحتى على مستوى التجديد محمد صلاح very professional يمكن فاجأ الجميع وفاجأ يعني معظم النقاد والناس اللي كانت بتتكلم ان محمد صلاح سينتهي علاقته بليبر بول مع نهاية الموسم القادم لكن الكليب الصغير ده قديه كان يعني عبقاري وقديه كان مفاجأة للجميع حنائش دوت وكمان تفاصيل حلائتنا النهاردة وملفتنا مع النقد الرياضي اللي منشرفنا إهاب الجنيدي مسهلا الخير عليك يا بوب مسهلا الخير عليك كابتن هاني مسهلا الخير على دانورة كابتن جمهير النادي الاهلي وكل جمهير النادي الاهلي سعيد اننا موجود في قناة النادي الاهلي وسعيد موجود مع فراتك منورنا يا بوب ويمكن زي ما انت شفت معايا اللقطة يعني 30 ثانية لكن معبرة جدا عن قديه محمد صلاح كمان من خلال ده اللي عايزة نقش معاك قبل ان نخش على طبعا طموحات محمد صلاح والأرقام الملف يعني تم إدارته بعبقرية كبيرة جدا وبحرفية كبيرة جدا جدا معظم الناس كانت خلاص بتقول محمد صلاح آخر موسم لي مع لفر بول ولكن فوجئنا بتجديد عقده لـ 20-25 بالضبط يا كابتن هاني والموضوع زي ما حراركو قلت باحترافية كبيرة الموضوع بيلعب عليه محمد صلاح وقدرت ليفر بول من فترة الموضوع السيناريو اللي شفناه ده ما كانش وليد الصدفة كده أو جي مفاجئ عايزة أقولك أن رامي عباس وكيل عمال صلاح كان موجود في الفندق اللي نازل فيه فرقة باريس في فرقة ليفر بول في باريس في نهاية دورة أبطال أوروبا وكان موجود مالك نادي ليفر بول طبعا مستر هنري كان موجود وحصلت مقابلات بينهم مقابلة وحيدة في ساعتها واتكلموا فيها يعني المفاوضات من فترة طويلة زي ما احنا متابعين وكان فيه باستمرار الجديد فيها وصلاح بيقدم إيه اللي عايزه وجهة نازل وكذا بس كان فيه نقطة مؤينة فرقت مع محمد صلاح يعني لو قررنا موقفه موقف سادي ومانيه كان فيه موقف مختلف عند محمد صلاح إن محمد صلاح كان عنده رغبة في البقاء مع ليفر بول هي دي اللي فرقت كتير جدا مع ليفر بول وقدارت ليفر بول وقدارت النادي وأساطير النادي اللي بيحبه صلاح زي آيان راش بالذات اللي بيعتبره يعني آيان راش بيعتبر محمد صلاح هو خلفته حاليا بيقول إن محمد صلاح حتى أرقام كتير من أرقامي فهو بيتكلم دايما عن محمد صلاح بشكل إيجابي كل الموقف بتاع محمد صلاح إنه هو حتى تصراحاته للإعلام إن بناته كيان ومكة مرتاحين في إنجلترا وعايزين يستمروا في إنجلترا